بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض يا شباب الرياكشن اف الكنز. صلوا على النبي الاول. عليه الصلاة والسلام. الرياكشن اف الكنز زي ما اتفقنا هنعمل اول المخطط بتاعنا كده. الرياكشن اف الكنز تلات انواع. اول نوع هو الادشن راكشن. يعني الادشن راكشن يعني تفاعلات الاضافة. ودي حاجات كتير دلوقتي هقولها لهكو. طيب وبعد كده ال refugee reaction. وبعد كده ranchy reaction. ال occupiedation اللي هي تفاعلات الاكسا ده. Tortition اللي هي تفاعلات الاستبدال. Completion اللي هي تفاعلات الاضافة. يبقى انا عندي كم تفاعل للقلقين? تلاتة. يا اما addition. يا اما oxidation. يا اما superstition. الطيب ال addition reaction. والله على حسب الحاجة اللي هضيفها هيبقى اسم التفاعل. نفترض مثلا ان انا ضفت هيبقى التفاعل ده اسمه ايه? يعني ايه يعني ايه يعني طيب نفترض ان انا ضفت يبقى التفاعل ده اسمه طيب نفترض ان انا ضفت مير يبقى التفاعل ده اسمه هايدريشن راكشن اسمه ايه هايدريشن راكشن طيب نفترض ان اذفت يعني ايه ايه معنى اي ايه يعني ايه اي comment ده هيبقى اسمه هيبقى اسمه هيبقى اسمه فكريني التفاعلات ايه سوري اه طرق تحضير الالكينز كنا بنقول ايه بهايدريشن دهالوجناشن صح او دي هايدرو هالوجينيشن. هنا بقى العكس. بقول دي بقول هايدريشن او هالوجينيشن او هايدرو هالوجينيشن. فاهمين? تمام. وبعد كده عندنا الاكسيديشن في الاكشن. النوعين. يا اما اكسيديشن يعني بدون ماكسر ربطة سيجما. يا اما اكسيديشن. يعني هكسر. تمام يا شباب? يبقى عندي نوعين من الاكسيديشن. يا اما اكسيديشن وزاوت. يا اما اكسيديشن وزاوت ايه وزاوت ايه? يعني بدون ماكسر ربطة سيجما. يا اما وزاوت ايه وزاوت ايه وزاوت ايه وزاوت ايه. طيب بعد كده السبستيوشن اللي هي تفاولات الاستبدال. ودي مافاش كلم كتير بازن له. تمام? اه. تعالوا نبدأ مع بعض كده. الادشن راكشن الخاصة بالالكينز. اول حاجة شباب عندنا الهايدرو هالوجينيشن راكشن. ايه هي الهايدرو هالوجينيشن راكشن? زي ما قلت لكم يعني اديشن اف هيدرو هالوجين. يعني بعمل صح ولا ايه? طيب الادشن ده كنت بستخدم في ايه? كنت بستخدم في اتشتون نيكل. تفاولات الالكان. اه سوري تلقى تحضير الالكان. كنت عشان احضر الالكان. كنت اعمل ايه? اجيب الالكين واعمل له راكشن باتشتون نيكل. صح? تمام? طيب فاكرين تلقى تحضير الالكان. اللي هو السيكلوهكسان. كنت برضو بجيب سيكلوهالكين زي مسلا سيكلوهكسين. وراح اعمل لي الادشتون نيكل او 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 بلاتينم. تمام? اتشتون نيكل او 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 بلاتينم. تلاتة دول بيعملوا الادشن. تمام? سواء بقى الالكين او سيكلوهالكين. يعملوا الادشن. يديني الكان او سيكلوهالكين. طبعا دي مفاش كلام كتير وسهل ومفاش اي مشكلة بازن الله. طيب اه بعد كده الهالوجينيشن راكشن. بصوا شباب عشان اوضح ليكم نقطة برضو. وهبقى بالنسبالي قلت الميكانزمات. مش هابقى اقولها تاني. كل التفاعلات بتاعت الالكينز اللي هي الادشن بالتحديد يعني بتبقى عبارة عن. يعني ايه احنا عارفين ان الالكين اي ان كان بقى شكل الالكين عبارة عن ايه? هو عنده والباوبند دي عبارة عن اليكترونز. وانا كنت اقول لكم في في المراجعة يعني ان اي حاجة عندها بايبند زي الالكين ده بقول عليه ان يكلو فيل. طيب بما ان الالكين نفسه انه يكلو فيل. فاكيد. دها ما يتفعل مع حاجة هيتفعل مع ايه؟ هيتفعل مع إلكتروفيل بربع عليك. وبالتالي النيتروفيل ده هيعمل اتك على إلكتروفيل ويضيفه عشان كده قلنا ان ديت بيبقى اسمها ايه؟ يعني انا اضفط تاني بتاع الألكين بتكون يعني انا بضيفة على الألكين اللي هو بضيفة عليه ايه؟ طيب تعالوا نشوفون الميكانيزم. الميكانيزم سهل وبسيط جدا وما فوش اي مشكلة خالصة. نفترض مسلا ان انا هضيف او 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 اي ان كان الحاجة اللي انا هضيفها فهي عبارة عن جزئين. شق موجب. هنربز ليه برمز الالكتروفيل. وشق سالب وليكن مسلا مسلا ايه سالب اي حاجة. اي حاجة عليها ايه سالب. فهو الحاجة اللي انا هضيفها بتبقى عبارة عن جزئين. شق موجب وشق ايه سالب. طب انا عندي الكن. الكن ده ايه? زي ما قلت لكم هو نيوكروفيل. اه اللي هيحصل يا شباب؟ الربط دي هتلكسر وبعدين تروح عاملة الالكتاكة على الالكتروفيل. طب لما هدي تعمل الالكتاكة على الالكتروفيل. maeكون الالكتروفيل هى احصل ربطا بينه وما بين الزرى التاني. خلص والالكتروفيل نفترض ان هو هييجي على اي زر الكاربون والياكوان مثلا الزرى العليمي. هنا الكتروفيل. طيب وهنا هيكاون اشارة الموجب. اه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان الشق السالب ده هيجي يعمل اتاك على الالكتروفيل ده ويتكون. بس كده. ده الميكانيزم بتعمين بتاع كل الادشن بأكشن. بس طبعا في حاجات بتفصيل شوية. في حاجات بتختلف للميكانيزم على حسب الحاجة اللي انت ضايفة. بس هو دي فكرة الميكانيزم يعني. تمام يا شباب? تمام بازن الله. يبقى احنا كده اتكلمنا على الهايدرو الهايدروجينيشن اللي هي اه اديشن اوف هيدروجين. طيب بعد كده. هالوجينيشن رااكشن. يعني ايه هالوجينيشن راكشن? ودي مهمة. انا اتسألت يا شباب انا افاكر يعني المتحام بتاعي. اتسألت في في الشافوي الدكتور قال لي اكتب الميكانيزم بتاع الهالوجينيشن راكشن. فالميكانيزم ده مهم. الميكانيزم بتاع او تفاعل الهالوجينيشن راكشن هو عباره عن ايه? هو عبارة عن ان انت بتضيف هالوجين في وجود حاجة اسمها كربون تيتراكولوريد. الكربون تيتراكولوريد ده عبارة عن سولفنت يعني وظيفته انه هو حاجة بتدويبلي المادة اللي انا بستخدمه. مش شباب ده اللي هو الكربون تيتراكولوريد. سواء بقى اضفت بي ارو اضفت اضفت سي الي تو اضفت افتو اضفت بس اقشف حاجة احنا بنستعملها هو البي ارو تو والسي الي تو. ده في حالة الادشن راكشن. طيب انا لو عايز اضيف عن مركب بتاعي بي ار ايه اللي هيحصل اكثر ربط يا عم? وضيف بي ار هنا وضيف بي ار هنا. بس اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة مهمة جدا 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 ان انت لازم تضيف الاتنين بي ار عكس بعض في الاتجاه. لازم تضيف الاتنين عكس بعض في الاتجاه تاني. لازم تضيف الاتنين عكس بعض في الاتجاه. وخلوا بالكو ان شايفين الهلايد اللي تكون ده بنقول عليه ايه? فايزينال هلايد. ما احنا خلاص فهمنا يعني ايه فايزينال? قلنا الفايزينال هو عبارة عن هلايد عنده مركب سوري مركب هو يعطوبر هلايد طبعا. او الكل هلايد يعني. عنده زريتين هالوجين على زريتين كربون متجاورتين. ده اللي احنا بنقول عليه ايه? فايزينال. طيب تعالوا نشوف الميكانيزم لان الميكانيزم مهم. ايه اللي بيحصل يا شباب? الرابط دي بتكاسب. الرابط دي بتكاسب. طيب. وبعدين تعمل اتاك على زره من البي ار. طب لما الرابط دي بتكاسب وتعمل اتاك على زره من البي ار. ايه اللي هيحصل? البي ار هتبقى متصر كم زره? في الحالة دي? اتنين. ينفع? لا ما ينفعش. ده رح كسر رابط ما بينها وما بين الزره التاني. طيب. كسرت الرابط ما بينها وما بين الزره التاني. اتكون ايه? اتكون هنا بي ار. تعالوا ايها لكم هنا عشان هو مش شرح الحاتة دي بالتفصيل. هنا يا شباب عندي الكين اهو. سي رابط باند سي. وهنا اتش. وهنا اي حاجة اي ان كانت. وديكم مسلا ار هنا. وهنا اي وهنا بي مسلا. وضفت عليه بي ار تو. قلنا ايه اللي هيحصل? قلنا اللي هيحصل ان الرابط دي هتكاسب. وهتروح عامل اتاك على زره من زرات البروم. طيب لما الرابطة دي هتتعمل اتاك على البروم. البروم بقى عندها كام? رابطتين ينفع? لعما ينفعش تكسر رابطاً بينها وما بين البروم التانية. فيتكون عندي بي ار سالب. ودي مهمة هنحتاجها. والمركب هيكون بالشكل ده. سي وهنا سي وهنا اتش وهنا ار وهنا بي ار وهنا اي وهنا اي وهنا بي ار وهنا اي وهنا اي وهنا بي اشارة مجابة. فاكرين يا شباب لما قلتلكو ان في زرات عندها لون بيرقف الاكترون? فاكرين اي هي الزرات ديت? ايوها في حد شاطر بيقول لي البروم من ضمن الزرات ديت هي عندها ثلاثة ازواج حرة من الالكترونات. برافع عليك. فاول ما البي ار ديت اللي عندها الاكترونز اللي عندها الاكترونز تشوف جنبها اشارة مجابة ما تسيبهاش. تقولها ايه? مش انت عايزة الالكترونات. خذي يا ست الالكترونات بتاعتها. وتروح عامل ايه? تروح مكونة شكل كده انترميدير. بنقول عليه شكل سايكليك. والخطوة دي بالتحديد انا نسيتها في الامتحان. نسيتها في الشافة بي. فهنا سي وهنا سي. وهنا اتش وهنا اي وهنا بي. وهنا ار وهتكون عندي بقى البي ار بشكل سايكل. اهي يا شباب البي ار اهي? هتعمل شكل سايكل الشكل ده كده. وهنا طبعا عليها اشارة مجابة نتيجة ان هي فقدت اللون بيرقف الكترون. طيب هل البي ار كده ستيبل? لا. طب هل المركب ده اصلا كله على بعضه كده ستيبل? برضو لا. ايه اللي يحصل? فاكرين البي ار السالب ديت. تيجي بقى ايه? تفك الخنقة اللي هي موجودة دي. تروح عامل ايه? تيجي من بعيد خالص كده. ومن فوق من فوق? ليه من فوق? لان هنا فيه يعني في زحمة. في زحمة في الحتة دي فيه سايكل. فما تقدرش تيجي من هنا. تروح جاية من فوق كده. وعمل اقتاك على ايه? على الكاربون ديت. طيب لما البي ار دي تعمل اقتاك على الكاربون ديت. الكاربون دي اصبح عندها كم ربطة? الكاربون ديت اصبح عندها خمسة. ينفع? لما ينفعش. تروح ايه للبي ار يا ستة خلاص شكرا. خدي التوق الايكترونز بتوعك. فيتكون عندي مركب بالشكل ده. ركزوا بقا. سي. وهنا سي. وهنا الار اللي كانت موجودة. وهنا الاتش اللي كانت موجودة. والبي ار ديت اصبحت حرة. فنكتبها هنا بي ار اهيه. وهنا البي ار الجديدة اللي اضافت. لان هي اضافت فوق. ودي كانت تحت. وهنا ال اي. وهنا البي. واضح يا شباب? يبقى المركب هيديني ايه? هيديني ترانس اديشن. يعني ايه ترانس اديشن? يعني الاضافة هتكون الاتنين اتم عكس بعض في الاتجاه. الخطوة دي يا شباب انا نسيتها في الامتحان فبأكد عليكم لعل لو عسى يعني حد يتساءل فيها فما ينسهاش بازن الله في الامتحان. بس الحمدلله الدكتور اللي كان معي يعني كان دكتور محترم. اه وقال لي شرح الميكانيزم فشرحته لي. فقال لي انت باين عليك شاطر وانا مش هزعع لك. والامتحان عندنا الشافوي مش زي عندكم دلوقتي طبعا. الامتحان الشافوي عندنا كان من ستين درجة. فالحمدلله اخدت ستين من ستين. تمام? اعبالكو كده ان شاء الله. تفرحوني يوم الاحد بازن الله. ماشا شباب? واضحة? اه هنا زي الكلام اللي انا قلته ان كل الالكتروفيليك بتحصل بنفس الميكانيزم. ما فيها اي مشكلة خالص. ودا البيكانيزم اللي احنا اتفقنا عليه. ما فيوج Plaqueح اي مشكلة خالص. طب تعلم نتكلم على الهايدرو هالوجينيشن باكشن. يعني ايه هيدرو هالوجينيشن? يعني هضيف اتش اكس. طيب. اتش اكس ده سهل ما فيوجل اي مشكلة خالص. يعني بضيف مسلا اتش سي اي الا او اتش بي ار. وهكذا. ايه اللي هيحصل. عندي الكين ضفت عليه HBR اكسر ربطة وضيف H وضيف BR. بس هنا بقى هنقف هل الاتداشن ده عكس قاعدة ماركنيكوف ولا مع ماركنيكوف رول. قاعدة ماركنيكوف يا شباب جات منين. انتو عارفين اصلا ايه هي قاعدة ماركنيكوف? قاعدة ماركنيكوف بتقول بالعربي كده عند اضافة متفاعل غير متماثل. يعني ايه متفاعل غير متماثل? يعني انت ضايف مسلا HX اللي هو الرياجنت بتاعك. الـ HX ده عبر عن H موجب و X سالب صح ولا ايه? فهو غير متماثل شق موجب وشق سالب. الى الكين لما اضيف متفاعل غير متماثل الى الكين غير متماثل. يعني مركب بالشكل ده CH3 وهنا CH2 double bond وهنا CH2. سوري لي CH فهنكتبها بس CH. ده يعتبر كده الكين ايه? الكين غير متماثل. فهي بتقولك عند اضافة متفاعل غير متماثل الى الكين غير متماثل. ايه اللي يحصل? فان الشق الموجب من المتفاعلات. يضاف لزارة الكربون الحاملة لعدد اكبر من زارة الهيجورجين. هنا بقى قاعدة ماركنيكوف اللي هي القاعدة الحلوة مش الظلمة بقى. لا دي قاعدة منصفة. بتقول ايه? بتقول الغنيه. هي الظلمة برضو. يزداده غنى. تمام يا شباب? ايه بقى الغنيه يزداد غنى? يعني زارة الكربون اللي عندها اتشات اكتر طبعا الغداء بالنسبة لي هنا هو الاتش. فزارة الكربون اللي عندها اتشات اكتر هي اللي هتاخد الاتش بتاعتها. لان هي الاولى يعني. تمام? والزارة تانية اللي عندها اتشات اقل هتاخد الشق السالب. يبقى تاني. دي قاعدة ماركنيكوف بتقول. لو انت عندك الكين غير متماثل. واعيش تضيف عليه اي حاجة غير متماثل. هتعمل ايه? هتضيف الشق الموجب لزارة الكربون لحاملة العدد اكبر من زارات الهيجورجين. ركزوا ان انا قلت ايه? الشق الموجب. ما ليش علاقة بقى الشق الموجب ده كان ايه? انا بقول الشق الموجب. يضاف لزارة الكربون الحاملة العدد اكبر من زارات الهايدروجين. والشق السالب يضاف لزارة الكربون الحاملة العدد اقل من زارات الهايدروجين. مارك نيكوف جاب القاعدة بتاعته دي منين. تعالوا ناخد مثال ونعرف هو جابها منين. لو انا عندي مركب بالشكل ده اتوقع يعني ان انا شرح الميكانزم ده بالتفصيل على اليوتيوب. فلو حد دي كان محتاج ولا حاجة يبقى يرجع على القناة هيلاقيه بازن الله. لو انا عندي مركب بالشكل احنا كنا نسا كتبينه ده. دابل بوند وهنا سي اتش تو. تاني باب بسي اتش تو. ايه اللي يحصل يا شباب لو ضفت عليه اتش بي ار وليكن? اتش بي ار. ايه اللي هيحصل? المفروض ان احنا هنكسر رابطة صح? كميكانزم يعني. هو الناتج كلكم شاطرين وعارفين طبعا الناتج هنكسر رابطة ديت. وهنضيف اتش هنا فدي هتصبح سي اتش دي وهنضيف بي ار هنا. صح? اكيد طبعا كلكم قلتوا الاجابة دي. دي طبعا هي الاجابة الصح? ما تقلقوش هي دي الاجابة الصح. لكن احنا دلوقتي عايزين نعرف الميكانزم عشان نعرف ماركنيكوف جاب القاعدة منه. الميكانزم هو كل الفكرة ان التوء الاكترونز بتعرضت دول هيكاسروا. طيب لما التوء الاكترونز دول يتكاسروا ويروحوا لزرة ما هي عندي احتمالين. هم موجودين ما بين زاريتين. والزاريتين دول غير متماسلتين. يعني دي زارة متصلة باتنين هيدروجين ودي زارة متصل بهايدرجين وصيق. صح? فتروح لمين بقى؟ للكاربون ديت وللكاربون ديت؟. هقول لك الربط هتكاسر في الاتجاء اللي那 ما تخليها تكون كاربوكتاين مستيبل. فتعالوا ناخد احتمالات ونشوف. اول احتمال ان التوق الاكترونز دول يتكسروا وييجوا هنا. تاني توق الاكترونز هيكسروا يروحوا فين? على زارة الكربون دي. فالناتج بتاعي يبقى CH3 وهنا CH وهنا CH2. CH2 دي هيجا عليها اشارة ايه? سالبة بربو عليك. والCH يجا عليها اشارة منجابة بربو عليك. طيب الاحتمال التاني. الاحتمال التاني هنكتبه بلون ازرق مثلا. ان التوق الاكترونز دول هيجوا هنا. وبالتالي المركب بتاعي هيكون بالشكل ده CH3 وهنا CH وهنا CH2. التوق الاكترونز هيروحوا فين? هيروحوا هنا. وبالتالي الاشارة المجابة تتكون فين? هتتكون هنا. بربو عليك. طيب يلا اقول لي بقى. مين المص ستيبل كاربوكتاين في اللي تكونه دول? ده كاربوكتاين نوع ايه? سكاندري كاربوكتاين. طيب ده برايمري كاربوكتاين. طيب مين المص ستيبل? سكاندري والي برايمري اكيد طبعا سكاندري كاربوكتاين. عشان كده قلنا ان المركب بتاعي هيكون او هيكسر ربطة في الاتجاه اللي يكون كاربوكتاين مص ستيبل. تمام يا شباب? وبالتالي التفاعل ده مش هيتم. اللي هيتم ان الربطة هتكسر في الاتجاه ايه? في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه الاصفر. تاني يا شباب. الربطة لما تكسر في الاتجاه ده هيتكون هنا اشارة سلبة وهيتكون هنا اشارة مجابة اللي هو الشكل ده. الاشارة المجابة دي نوحها ايه? ساكاندري كاربوكتايم. طيب لو حصل العكس هيتكون برايمري كاربوكتايم. طيب ميني المص ستيبول? اكيد طبعا الساكاندري. فعشان كده المركب هيتكون بالشكل ده. وده اللي هيتفاعل لكن ده مش هيتكون اصلا من البداية. انا بس بفهمكم الاحتمالات. طيب تعالوا نكمل الميكانزم عشان الدنيا توضح. انا دلوقتي كونت اشارة مجابة واشارة سلبة. هاضيف عليهم هاضيف عليهم الشقيقةнов اللي ولكن. ايه اللي هيحصل يا شباب? مين الاعلى في السلابيات البيئة اله او بتش ال الح ببوصد. الاشارة سلبة دي تعمل اعتاك على مين? على اله؟ ليه؟ لان هي عليها اشارة مجابة. تروح عامل اعتاك على اله، لما اله دي تعمل عليها الاعتاك تكسر ربطا بينها وما بين الشقيقة. طب لما الربطة دي تتكسر ايه اللي هيحصل. هيتكون عندي مركب بالشكل ده. هنا وهنا برضو مازال عليها عشرة مجابة. وهنا اصبحت بقى متصلة بايه? باتش. طيب وبعدين ايه اللي يحصل? فاكرين السي ال السالب ده. مش السي ال دي اخدت اهي السي ال السالب. تروح عاملة اتاك على مين? تروح عاملة اتاك على الاتش دي. طيب بما ان السي ال السالب دي عملت اتاك على الاتش ديت. سوريا اتاك على الكربون. مش اتش. تعمل اتاك على الكربون ديت. لان الكاربون هي الي عليها الاتش الامجابة مش الاتش. لماyl اسي ال اللي تعمل اتاك على الاشارة مجابة دي ايه اللي يحصل? هيتكون عندي مركب بالشكل ده. اللي هو سي اتش سي اتش وهنا سي اتش تو متصلة باتش ومتصلة هنا بايه? بسي ال. وبالتالي يا شباب انا ضفت اتش وضفت سي ال تبقى لقعدة ماركينيكوف بس هو مألفهاش يعني. هو ما الميكانيزم. يبقى عارفنا وقالت ما تكون يكوف جات منين? جات من ان الميكانيزم اصلا بيقول ان انا المفروض اكون مص ستيبل كاربوكتايم. واضح يا شباب. يبقى لو الدكتور في الامتحان. نقطة مهمة جدا. لو الدكتور في الامتحان جاب لك مركب بالشكل ده. وقال لك والله يا دكتور انا انضفت عمركب ده. ايه البرودكت? ها بسرعة. اكسر ربطة يا دكتور. واضيف اتش على زر الكربون الحامل العدد اكبر. تعالوا نشوف الاتشات. ديت متصلة بايه? دي متصلة باتش. تب والكربون ديت ما عندهاش اصلا اتشات. وبالتالي هكسر ربطة ديت. وهضيف اتش هنا. وهضيف سي ال هنا. وبالتالي هيبقى الناتج بتاعي. سايكل بالشكل ده. وهنا السي ال. او ده البرودكت. فهمتو يا شباب? فهمتو ولا لأ? لو فهمتو. حلو كده الميكانيز. حلو ده ده المعادلة ديت. سوري. السؤال ده. لو انا عندي مركب بالشكل ده. وضفتها دي. وولولي ايه ناتج. طبعا ده يعني حاجة سهلة ما تقلقش. تعالوا ناخد ال الى موجودة هنا. خلاص بقى انا مش تشرح الكلام ده انا قولتو. احنا بس هنتبص على الم عادلات. انا عندي الكين اهو. وضفت عليه ايه اللي هيحصل prototypes رotros دبطة. وضيف اتش الي هشهق الموجب بالسي اتش تو. خطوا صبح سي اتش attracted واضيف البي اار هنا. بياديني المركب ده. خلاص الميكانيزم احنا عارفينه وعرفنا ايه اللي بيحصل بالتفصيل طيب دي نقطة مهمة جدا مهمة جدا ايه النقطة دي بتقولي ايه يا شباب بتقولي ان مش كل التفاعلات بتمشي تبقى لقاعدة ماركينيكوف بس امتى بقى التفاعل ما يمشيش تبقى لقاعدة ماركينيكوف لو انت اصلا حاطت على السه حاجة تعرفك انها مش تبقى لقاعدة ماركينيكوف يعني اكيد مسلا الدكتور مش هيقولك ايه عندي الكين ضفت عليه بي ار تو قولي اناتك تقول له حكس ماركينيكوف اكيد لا احنا هنا يا شباب لو انا عندي الكين مسلا بالشكل ده وهنا سي اتش وهنا ده بالبوند سي اتش تو وضفت عليه بي ار تو في وجود ايه في وجود بير اسد بير اسد يعني مسلا حاجة زي ده بنقول عليه ايه اسد لكن انا لو ضفت عليه بقى بير اسد بير اسد يعني ضفت اكسجن زيادة يبقى او اتش يعني فيه ثلاثة اكسجن ده بنقول عليه بير اسد او لو ضفت اتش تو زي الراكشن اللي عندك اتش تو او تو اللي هو البيروكسايد الاتنين دول التفاعل بتاعي بيكون انتي ماركينيكوف رول ليه؟ لان التفاعل ده بيتم بالفري راديك الميكانيزم ولما نشوف الميكانيزم هنلاقي اصلا ان الميكانيزم ماشي صح ده هو بس ماركينيكوف اللي عاملينينا قاعدة ويعني لغبطنا بيها لكن الميكانيزم واحد في الاتنين لو انت فاهم الميكانيزم هتلاقي الميكانيزم سهل وما فيوش اي مشكلة خالص وماشي طبقا لفهمك يعني الفهم ثابت لكن القاعدة نفسها هي اللي بتتغير طيب تعالوا نشوف احنا طبعا عايزين في الامتحان نبقى عندنا سرعة بديهة في الحل انا اول ما اشوف بي ار تو بس كده في وجود مسلا كربون تيترا كورورايد سي سي ال فور خلاص يتأكد على طول ان انت هتعمل تبقى للقاعدة ماركينيكوف وطبعا مش هتفرق لان انت اصلا ضيف بي ار تو فمش فرق طيب لو انا هضيف اتش بي ار لو هضيف اتش بي ار الى اتش بي ار يبقى تبقى للقاعدة ماركينيكوف طب نفترض ان انا اضيفت اتش بي ار في وجود ايه البير اسد او البيروكسايد ايه اللي هيحصل التفاعل ده هيكون انتي ماركينيكوف يعني ايه انتي ماركينيكوف يعني انا عايزة كنت تنمغمط في الامتحان وده ان شاء الله بتيجي في الامتحانات كتير يا شباب مش عايز رقسم تاني بس دي حاجات من الحاجات المهمة جدا 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 وتيجي في الامتحان. تكسر ربطة وتضيف H هنا والBR هنا. ليه? لان التفاعل ده مشي Antimarkonicov rule. عرفت منين? عرفت من Reagent. Reagent اللي هو ايه? Antimarkonicov rule اكتبها لعندك في الجدل بتاع Reagent. HBR فيوجود ايه? البير اوكسايد. H2O2. ده Antimarkonicov rule. تعالوا نشوف معادلة كده سهلة. لو عندي مركب بالشكل ده. لأ سيبكم الشكل ده. لو عندي مركب كده. وحطيت هنا double bond وراحت اقل لك. انا نضيفت على المركب ده HBR في وجود H2O2. يلا ايه الناتج? وانت مغمض على طول مادم شفت H2O2 قول لي يا دكتور التفاعل ده Antimarkonicov rule. وبالتالي الرابطة دي هتكسر. وبدأ ما نضيف الBR هنا. لا احنا نضيف الBR هنا. وهنضيف الH هنا. ليه يا دكتور عملت كده? هتقول لي تعالي يا دكتور اقول لك الميكانزم. الميكانزم بيقول ايه? تعالوا بقى نشرحه هنا عشان ما نكتبش بس. اختصرا للوقت. الميكانزم. فاكرين الميكانزم بتاع الكدير دي كاللي شباب? هو هو بالزبط. الميكانزم واحد. اول حاجة انا بادئ ببير اوكسايد. ايه اللي هيحصل? هيحصل كسر الرابطة ديت. كسر متماسل. ليه? لان الرابطة بين الاكسجن والاكسجن ديت رابطة ضعيفة. ضعيفة جدا. فيحصل لها كسر متماسل. الاكسجن ديت تاخد الكترون. والاكسجن ديت تاخد الكترون. فيتكون عندي اتنين R O Radical. دي اول خطوة. تمام? تمام. وبعدين ايه اللي هيحصل? الر O Radical ديت تروح تتفاعل مع ال H B R اللي انا عايز اضفه. ال H B R ديت هتتفاعل مع ال Radical اللي جه من ال H 2 O 2. طيب وبعدين ايهلي اللي هيحصل? الر O Radical تتفاعل مع ال H B R تكسر رابط ديت كسر متماسل. H عليها Radical. و P R Radical. ال H Radical مع الر O Radical يكون إيه? يكون الكوحون. اللي هو الر U H. ويديني ايه? ويديني بي ار راديكال. طيب البي ار راديكال تعمل ايه? البي ار راديكال هتروح للالكينز. البي ار راديكال هتروح لمين? دي الالكينز. تروح عملاله. كسر متماسل. تكسر ربطة ديها. تكسر متماسل. دي تاخد الكترونز. ودي تاخد الكترونز. طيب وبعدين البي ار راديكال ديت هتمسك في مين? هتمسك في الاتش ديت? ولا هتمسك في الاتش دي? في العقل والمنطق هتمسك في دي طبعا عشان تكون عندي سكندري كاربو راديكال والسكندري كاربو راديكال هو المص ستيبل فاحنا عندنا احتمالين يا اما تمسك في الراديكال ديت يا اما تمسك في الراديكال ديت تعالوا نشوف الاحتمالين لو مسكت في الراديكال ديت يا سوري لو مسكت في الراديكال اللي في النص هيتكون هنا راديكال اللي هو ايه برايمري راديكال وده طبعا لسي ستيبل طيب لو مسكت في الكربون اللي عليمين هيتكون راديكال ساكندري وطبعا الساكندري هو المص ستيبول. طيب وبعدين بما ان ده هو المص ستيبول فده اللي هيحصل. ده مش هيحصل. الش راديكال ديت هتتفعل مع جزء تاني من ال HBR راديكال. وبعدين هيحصل فيه كسر متماسل فهيتديني H راديكال وBR راديكال. ال H راديكال ديت هتمسك مع مين؟ مع الش راديكال فهيتكون من CH2. يبقى انا ضفت H لزارة الكربون الحاملة العدل اخل من زارات الهايدرجن. وضفت BR لزارة الكربون الحاملة العدل اكبر من زارات الهايدرجن. يعني التفاعل ده انتي ماركنيكو فرول. طبقا ليه؟ طبقا للميكانيزم هو ماشي طبقا للفهم بتاعنا. ان احنا بنكون حاجة مص ستيبول كاربو راديكال او كاربو كاتين. ماشي يا شباب. يبقى لو الدكتور في الامتحان دي نقطة مهم جاب لك مركب باي شكل. اكتبوه يا شباب وقولولي الحل بتاع اعكو ايه؟ جاب نفس فاكرين نفس المركب اللي فوق. تعالوا نرجع له كده. اهو المركب ده ضفت عليه HPR هنا. والخطوة التانية انا ضفت عليه HPR هنا. فوجود H2O. ايه الناتج؟ يلا. انا هافترض ان الناتج ده ايه? والناتج ده بي. عشان الناس بس تكتب لي الاجابة ونرجعها معها. الحاجات دي مهم يا شباب وبتيجي في الامتحانات وخاصة الاكسابشن. او الحاجات يعني الايه اللي هي عكس القاعدة. تمام? فده مهم. طيب بعد كده. بسهل ما فيوش اي مشكلة انا عايز اضيف مية. المية اللي بنضيفها بنضيفها في وجود اسد. فاضافة المية بتكون مية اللي هي H2O في وجود اسد كميديا. اللي احنا بنختصرها يا شباب بدل ما نكتب H2O السقفور بنكتب H موجب. ده ما هقول H موجب ده معناها بروتون. تبقوا البروتون ده جاي منين؟ جاي من اسد. فبدل ما عودة اكتب اسد بكتب لك H موجب. فانا لو شفت الكين وضفت عليه مية هعمل ايه؟ تبقى لقاعدة ماركنيكوف ويمشي يا عم الحاج. تبقى لقاعدة ماركنيكوف H موجب وOH سالب اللي هي المية. وضيف H لزار الكربون الحاملة العادل اكبر من زارات الهيدورجين اللي هي ديت. وضيف H لزار الكربون الحاملة العادل اقل من زارات الهيدورجين اللي هي ديت وهيديني الناتج ده. واضح? نفس النظام هنا. هعمل ايه? اكسر ربطة وضيف اتش هنا. وضيف او اتش هنا. الناتجه. الميكانيزم? الميكانيزم سهل ما فيهوش اي مشكلة خالص يا شباب. اكسر ربطة. وطبعا هتكسر ربطة في الاتجاه اللي يكون عندي كاربوكتاين مست ايه? مست ستيب والكاربوكتاين. محدش يكسر ربطة ويجيبها هنا وده يروح يعمل اتاك. ما انت لو قسرت ربطة هيجي هنا اشرة ايه? موجابة. لو قسرت الضبطة في الاتجاه ده. احنا اتفقنا ان احنا بنكسرها في الاتجاه اللي يكون مست ستيب والكاربوكتاين. ماشي يا شباب? من كيه طبعا كلكم فاهميني بازن الله. كلهم بقى بنفس الميكانيزم خلص زي ما اتفقنا مش هنشرح ميكانيزم تاني. بعد كده الخاصة بالالكينز. يبقى احنا كده خلصنا مين? قلنا كم حاجة فيها? قلنا اول حاجة اللي هو النيكل. وبعد كده اللي هو بي ار تو في وجود سي سي ال فور ولا حاجة. او اي هالوجين ده. تمام? انا بس بقول لكم الميكانيزم اه سوري بسرعة. بعد كده اضافة المية. المية عبارة عن ايه? بضيفة في وجود تمام? بعد كده اللي هو اللي هو الاتش بي ار بضيفة في وجود حاجتين. يا اما عادي كده مع نفسه وهيضافة بقى انا قالت ماركنيكوف يا اما اتش بي ار في وجود اتش تو او تو يعني بير اوكسايد يعني التفاعل ده هيمشي انتي ماركنيكوف رول. واضح? ان شاء الله يكون واضح. الخاصة بالالكينز. الخاصة بالالكينز. صلوا على النبي الاول كده. واخدوا نفس وشربوا نسكة فيه. وقفوا الفيديو لو انتم فصلتوا. وغيروا المكان طلعوا وارجعوا تاني بس طبعا خمس دقائق وارجعوا تاني. لكن انا هكمل. ميشي. الاوكسايداشن راكشن الخاصة بالالكينز. يعني اي اوكسايداشن راكشن؟ قلنا الاوكسايداشن معناها كاوكسايداشن يعني هي محدش يقولي طبعا اكساد لانتم عارفين ان هي اكساد. لكن الاوكسايداشن معناها addition of oxygen. دي معنى كلمة اوكسايداشن. يعني انا بضيف للمركب بتاعي اوكسايداشن. وليها تعريف تاني loss of hydrogen. تمام؟ يبقى الاوكسايداشن معناها يا اما بضيف اوكسايداشن يا اما بعمل loss لهايداشن. يعني بفقد هايداشن. ده معنى كلمة اوكسايداشن. طيب الاوكسايداشن يا شباب بتاعته الالكينز دي نوعين. نوع اسمه mild oxidation اللي هو اوكسايداشن without cleavage of sigma bond. يعني ايه اوكسايداشن without cleavage of sigma bond؟ يعني انا بكسر رابطة باي فقط لغير مش بكسر رابطة sigma. تمام؟ بكسر رابطة باي مش بكسر رابطة sigma. طيب يا اما اوكسايداشن with cleavage of sigma bond اللي احنا بنسميه oxidative cleavage. يعني بكسر رابطة باي وبكسر رابطة sigma. يبقى احنا عندنا نوعين من الـ Oxidation. يأما Mild Oxidation يأما Strong Oxidation اللي احنا بسميه Oxidative Clavage اللي هو بيكسر ربطة بايو بيكسر ربطة سجما مع بعض. طيب صلوا على النبي عليه السلام. ايه الرياجنت اللي انا بستخدمها هنا وايه الرياجنت اللي انا بستخدمها هنا. هنا بستخدم تورياجنت. يأما حاجة اسمها OZMIAM. اختصارها حرف ال-O-S ماشي O capital و S small. فأنا طبعا مازم كتفة دي طالت. بس يعني ايه. ال-OZMIAM يا شباب ال-OZMIAM. OZMIAM OZ TETRA OXIDE هو ده The Agent. OZ O4 ده اسمه OZMIAM TETRA OXIDE. OZMIAM TETRA OXIDE. فوجود بيكسر ميديا. فوجود ميا. او نركز بقى في الكلمة اللي دي. COLD COLD DILEUTE BOTASIUM BIRMINGANET. اللي هو الكي ام انه وفور. تاني. COLD وDILEUTE BOTASIUM BIRMINGANET. ده يعمل ايه? ده يعمل OXIDATION ويزاوية cleavage of sigma bond. يعني بدون ما يكسر رابطة سيجما. هو هيكسر رابطة باي بس. وهيضيف هنا اكسجن. وهيضيف هنا اكسجن. بس طبعا الاكسجن يضيف لوحدها. ويضيف هنا جنبها اتش. ويضيف جنبها هنا اتش. يعني بضيف O H هنا. وبضيف O H هنا. ده ال-OZMIAM TETRA OXIDE بيعملو. او الكولد بوتاسيوم بيرمينجانيت. اللي اتنين بستخدم معاهم بيزيك ميديا. وبستخدم معاهم ميل. طيب. ايه هذي ايجنت تانية اللي هي بستخدمها في حالة. هذي ايجنت تانية يا شباب اللي انا بستخدمها في حالة. عندي نوعين من هذي ايجنت. يا اما. انا هنا قلت ايه? كلب صح. هنا بقى اقول لليه? هوت. بوتاسيوم بيرمينجانيت. في وجود بيزيك ميديا وفوجود ميل. المهم هو ايه? هو هوت يا شباب. طيب. تاني ال-Agent انا بستخدمه اللي هو ال-Ozone. في وجود الزنك. في وجود اسيك ميديا. المهم يعني ان انا بستخدم اوزون. يبقى انا عايزك تعرف اربعة من ال-Agent. يا اما اوزميام تيترا اوكسايد. يا اما كل ضيولود بوتاسيوم بيرمينجانيت. دول بيعملو ايه? دول بيعملو اوكسيديشن ويزاوي يعني باكسر رابطة باي وبضيف OH. لو انا عندي الكين بالشكل ده اكسر رابطة باي وضيف OH هنا وضيف OH هنا. ده اللي بيعملو مين? الاتنين دول. طيب. الهوت بقى الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت والاوزون دول بيعملو ايه? لو انا عندي ضب البند وو كده. الكين بالشكل ده اكسر رابطة ديت وضيف هنا اوكسيجن وضيف هنا اوكسيجن. وهنفهم التفاعل ده دلوقتي بالتفصيل. ماشا شباب? تمامي دكتور? تعالوا نكمل. يبقى الميلد اوكسيديشن معناها ان انا بستخدم ايه? بوتاسيوم بيرمينجانيت او اوزميوم تيترا اوكسايد. بس خلوا بالكو كولد. ماشي كولد. زي ما قلت لكم ايه اللي بيحصل? اكسر رابطة ديت وضيف OH هنا وضيف OH هنا. الناس اللي عايزة استعرف الميكانيزم انا شرحه بالتفصيل على اليوتيوب. طيب تعالوا نخش على الاكسيداتف كليفتش او في الكينز. يعني ايه بقى? يعني باكسر الرابطة باي وباكسر الرابطة سيجن. اول حاجة تعالوا ناخد البوتاسيوم بيرمينجانيت اللي هو هو هوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. يبقى كل اللي انا هقوله ده شباب? على مين? على الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. لو انا عندي الكين بالشكل ده. دبل بوند سي. وهنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة. وضفت عليه الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. ايه اللي هيحصل? زي ما قلت لكم. احنا بنعمل اكسيداتف كليفتش. يعني اكسر رابطة ديت واكسر رابطة دي. وضيف اكسجن هنا وضيف اكسجن هنا. وبالتالي المركب بتاعك هيكون نعمل ازاي? البوند او. اهي الجزء اللي على الشمال. طيب الجزء اللي على يمين? هيبقى بالشكل ده. وهنا البوند او وهنا البوند او. تمام شباب? ده كده الجزء اللي على يمين. وده الجزء اللي على الشمال. ده اللي بيعمله مين? الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. بس هنا في نقطة مهمة جدا. ان الهوت بوتاسيوم برمنجانيت ده هو strong oxidizing agent. يعني عامل مؤكسة قوي. يعني مش بيعمل oxidative cleavage ويوسكوت. لا. ده لو فيه امكانية ان هو يعمل oxidation للنواتيج دي هيعمل لها برضو oxidation. تاني. لو فيه امكانية ان هو يعمل لها oxidation هيعمل oxidation للنواتيج دي. وبالتالي. الهوت بوتاسيوم برمنجانيت بقى بيعمل ايه? ايه سوري الهوت بوتاسيوم برمنجانيت بيعمل ايه? قال لك والله على حسب بقى الايه? القلكين اللي انت بادئ به. انا هشوف ايه النواتيج اللي هتطلع وبناءنا عليه. هل هقدر اعمل لها oxidation? هروح اعمل لها oxidation. مش اقدر. هقول لك خلاص مش اعمل. ومش اعمل oxidation. طب امتى عامل هوت بوتاسيوم برمنجانيت تقدر تعمل oxidation? قال لك لو انا عندي مجموعة كربونيل متصل بها على الاقل على الاقل وان هيدورجين اتو. في الحالة دي الهوت بوتاسيوم برمنجانيت يقدر يعمل oxidation. يبقى امتى يعمل هوت بوتاسيوم برمنجانيت تقدر تعمل oxidation تاني? قال لك لو انا عندي ايه? مجموعة كربونيل متصل بها على الاقل وان هيدورجين اتو. ماشي يا شباب? تمام. تعال ناخد مثال بقى عشان نفهم الكلام ده. لو انا عندي مركب بالشكل ده. سي دبل بوند سي. وهنا 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 يلا يا شباب صلو على النبي وقلوا لي لو انا اضفت ع المركب ده ايه اللي هيحصل? زي ما اتفقنا. بنكتر ربطة ونضيف اكسوجين هنا ونضيف اكسوجين هنا. وبالتالي الجزء اللي على يمين ده يا شباب هايديني ايه اللي على يمين? هايديني سي. طيب للي على الشمال. هيدي нي. Minor. البندو او وهنا وهنا اتش. ايه بقى الكلام ده? ده المراكبات ديت فيها مجموعة كربونيل وجنبها اتشات. مش اتش واحدة. وهنا المراكب فيه اتش واحدة هي. ما ليش علاقة يا شباب بالسي اتش سري. ما حدش يقول لي هنا دي عبارة عن اتش. لا. انا بشوف الكربون نفسها ليه مجموعة الكربونيل نفسها متصلة بايه? ماشي? دي كربون متصلة بكربون. ماشي? ان شاء الله واضح. طيب. الهوضبوتاسيوم برمينجانيت هيسيبهم؟ لا, هيقول لهم تعالوا هعمل لهكو اوكسيديشن. هيعمل لهم اوكسيديشن ازاي بقى يا شباب? فصلوا عني. يعني ايه pesticion? يعني addition of oxygen. فنافترض مثلا مراكب ده. الهوضبوتاسيوم برمينجانيت هيروح عامله اوكسيديشن تاني. هيعمل اوكسيديشن ازاي? لسه اقل لكم يعني addition of اكسجن. فالH دي هتتحول لOH او التاني يعني اختار اي H. طيب وبعدين ايه اللي يحصل? هتقول لي يا دكتور ما هو لسه برضه عندي كربونيل ما اتصله بH. ما تزعلش نفسك. هيعمل لها برضه اكسيديشن تاني. هيديني ايه? C double bond O. OH OH. ايه بقى ده? C double bond O. OH OH. ده اللي هو مين? الكربونيك اصيد يا شباب. اللي هو H2CO3. H2CO3 في وجود الهيت يا شباب. في وجود الهيت. بيحصل له تحلل. ومش احنا بنسخن. تفاعل ده احنا لسه قيلين بنستخدم HOT. يعني ايه? يعني انا مسخن. مدام انا مسخن هيحصل له هيديني ايه بقى? شايفين الجزء ده? C O2. اللي هو الكربون دايوكسايد. زائد. هيديني ايه كمان? H من هنا و H من هنا. سوري. H من هنا و H من هنا. واكسيجن. يعني H O H. اللي هي مين? المية. H2O. وبالتالي المركب ده هيفضل يحصل له اكسيديشن لحد ما يديني ايه المركب ده? هيفضل يحصل له اكسيديشن لحد ما يديني كربون دايوكسايد زائد مية. طيب. تعالوا نكمل المركب التاني. هنا ايه اللي هيحصل? المركب ده هيحصل له اكسيديشن. يعني ايه اكسيديشن? يعني ايه اكسيديشن? يعني ايه اكسيديشن. طيب يعني ايه اكسيديشن اف اكسيديشن? يعني C double bond O. C H3 زي ما هي. والكربون ده يتمتصل بايه? O H. واضح يا شباب? طيب هل المركب هيظل كده? ولا هيحصل له اكسيديشن تاني? لا طبعا هيظل كده لان ما فيش امكاني ان هو يحصل اكسيديشن تاني? صح ولا ايه? طيب. هل المركب ده بيحصل له تحلل زي ده? لا هو الوحيد اللي بيحصل له هيدرويسيس بس ويديني كربون دايوكسايد ومية هو الكربونيك اسد. ماشا شباب? عشان بس ما حدش يفكر ان اي اسد كده بيحصل له هيدرويسيس. لا هو الوحيد بس هو مين? اللي هو الكربونيك اسد. بيديني كربون دايوكسايد ومية. وبالتالي بقى. لو الدكتور في الامتحان جاب لك مركب زي ده. وقال لك يا دكتور انا اضفت عليه الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت في وجود طبعا المية في وجود البيزيك ماليا. والهيت. هتعمل ايه? هتكتب له الناتج ده. ده زائد كربون دايوكسايد ومية. محدش يكتب بقى الحاجات اللي انا فهمتها لكم في النص ديت. لا احنا بنكتب الفاينال برو داكت بس. ماشي يا شباب. فهمت الفاينال برو داكت تداجه منين? واضح. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني واضح. تعال ناخد مثال تاني. لو انا عندي مركب بالشكل ده. وهنا سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. وهنا اتش. وهنا اتش. يلا يا شباب ايه الناتج? انا عايزي الناتج على طول. بربع عليك. انا شفت حد قال لي. الناتج هنا هيبقى سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. طيب يا دكتور المركب ده هيحصل له اكسيديشن? لأ مش هيحصل له اكسيديشن ليه? مجموعة كربونيل متصلة باثنين كربون. وبالتاني المركب ده هيظل كما هو مش هيحصل له اكسيديشن. طيب ده ايه? ده اللي احنا لسه وغدينه. سي متصلة باثنين هيدروجين. هيفضل يحصل له اكسيديشن لحد ما تتحول له اتشي تو او زي كربون داوكوزاين. يبقى انت على طول اول ماتشوف صي اتش تو. يعني ايه صي اتش تو? يعني انسبستي تيوتيد الكين يعني الكين مغفوش تفارعات. دي مش تفارعات يا شباب. احنا قلنا التفارعات بتبقى عبارة عن كربون. ده مش تفارع. فبنسميهênio يعني انسبستي تيوتيد يعني مفوش تفارعات. فالانسبستي تيوتيد اول ما تشوفو في وجود البوتسيوم بيرمينجنيت في وجود الهيت. في وجود البيزيك ميديا. الناتج على طوله يكون ايه? بربعه يكون كاربون ديوكسايد ومية. طيب. لو انا عندي يا شباب الكين بالشكل ده. تعالوا كنا ناخد الاحتمالات عشان بس ايه ندخص الكلام اللي احنا قلنا. لو انا عندي الكين يا شباب. انصب الالكين هيديني ايه? على طوله انت مغمض زائد مية. طيب لو عندي الكين يعني ايه يعني متصل هنا بكربون ومتصل هنا بكربون. ده هيبقى النتج بتاعه ايه? النتج بتاعه كيتون. النتج بتاعه ايه? كيتون. وهنا الكربون اللي هو متصل بيها وهنا الكربون ايا كان متصل بيه. فده بنسميه ايه? كيتون الفنكشن جروب اللي كيتون. طيب ايه رأيكم لو انا عندي الكين فيه يعني بالشكل ده يا شباب. طبعا متصل هنا باي حاجة. المهم انا عايز الجزء ده. الجزء ده ايه النتج بتاعه? هتقول لي والله يا دكتور لو هو يعني في مجموعة ميسايل واحدة فقط لغير. النتج بتاع المركب ده هيكون اسد. وبالتالي الناتج هيكون. ماشا شباب. واضح ان شاء الله يكون الكلام واضح ويكون الكلام سهل بالنسبة لكم. وده سؤال مهم جدا 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 ولازم في الامتحان. هديكم بعض الامثلة عشان عايز اشوف انتو فهمتوا ولا لأ? ودي مش امثلة انا بقولها كده عشان اعرف فهميكو بس لأ ده انا بعرفكو ان الحاجات دي ممكن تجيلكو في الامتحان. مركب زي ده طبعا احنا انتفقنا خلاص بتاعي ايه? بوتاسيان برمنجانيت اهو يا شباب. بوتاسيان برمنجانيت في وجود بيزيك ميديا في وجود مية في وجود هيت. اول ما تشوف الهيت دي تعرف ان هيحصل ايه? اوكسيداتيب كلابتش. قولي ايه الناتج بتاع المركب ده. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة. بقولك لو انا عندي مركب بالشكل ده. ضفت عليه هنا. اللي هو البوتاسيان برمنجانيت في وجود الهيت في وجود البيزيك ميديا في وجود الناي. ادي اني مركب بالشكل ده. ولا اقول لك يا شباب تعالوا كده نحل مع بعض عشان بس ايه الدنيا ما تبقى صعبة عليكم. تعالوا نتخيل ان انا ما عنديش بقى ده كنا بنقول عليه ايه? بنقول عليه. وبنتشين الكين. نتخيل بقى ان انا عندي سايكليك الكين. نتخيل انا عندي ايه? سايكليك الكين. تعالوا نشوف. لو انا عندي سايكليك الكين يا شباب. اهو. عشان بس الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم. مركب زي ده وضفت عليه الهوت بوتاسيوم برمينجانيت في وجود البيزيك ميدي. ايه الناتج? هتقول لي عادي يا دكتور ما يفرقش معي. سايكليك ولا مش سايكليك ما يفرقش معي. ايه اللي هتعمله طيب يا دكتور? هتقول لي بعمل ايه? هاكسر رابطة بايو هاكسر رابطة سيجنة. واضيف اكسجن هنا واضيف اكسجن هنا. وبالتالي الناتج بتاعي هنفتح بس الرنج. هيبقى هنا. ونكمل بقية الرنجة عادي. وهنا. صح يا شباب? مش هي رنجة عبارة عن كده. بس احنا طبعا انا برسمها لكم كده بس احنا عايزين نرسمها بشكل عحلة. بس انا عايز اقول لكم حاجة. ان انت ما تنساش ان انت عندك هنا اصلا اتش بس احنا مش كات بينها. يعني المفروض في هنا اتش والمفروض في هنا اتش. طب مدام عندي اتش. يبقى لازم يكون ايه? لازم يكون اسد. صح ولا ايه? لان هيحصل له اكسيديشن مرة تانية. المركب ده هيحصل له اكسيديشن مرة تانية. صح ولا لا يا شباب مجموعة كربونيل جنبها هيدرجان. فيحصل له اكسيديشن مرة تانية. فهيدينا ايه? اعد على زرات الكربون واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. فهيدينا مركب. في خمس زرات كربون. اول زر الكربون عبارة عن سي دابر بوندو او اتش. واخر زر الكربون نفس النظام. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنا اضبط بندو او وهنا او اتش. وبالتالي النتج في الامتحان هيكون بالشكل ده. تاني يا شباب لو حد مش فاهم لو عندي مركب بالشكل ده. معلش انا وطيت صوتي عشان صوتي بس اتعبني. اذا وعندي مركب بالشكل ده وضفت عليه آآ بوتاسيوم بيرمينجانيت. اللي هو الهيت بوتاسيوم بيرمينجانيت. او الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت في وجود الهيت في وجود بيزيك مادية. ايه الناتج? هنعمل ايه? اقصر ربطة وضيف اكسيجن هنا. وضيف اكسيجن هنا. فهي دين مركب بالشكل ده. ضبط بندق او. وهنا بتاعتي زي ما هي عادي. وهنا ضبط بندق او. ما تنساش ان هنا في ايه? في هنا اتش. فانا كتبت هلك هي عشان افكرك ان انت ما ينفعش يسيب المركب كده. لازم تعمل اوكسيديشن. يعني الناتج هنا هيكون او اتش. ماشي يا شباب? فهنقصر الرابطة ديت. وهنضيف هنا. انا يعني حاسس ان انتوا فهمتوا. فعشان كده ايه? ايه مش بشرحها بالتفصيل. بس هي مش محتاجة شرحها اصلا ايه. طيب لو عايزين نرسم بشكل مركب بشكل احلى. خلص اعملوا بس كده تقريبا ليك. وبعد كده اروح عادل زرارات الكربون. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى المركب ده فيه ست زرارات كربون. عند زرارات الكربون رقم اتنين في مجموعة كربونيل. واخر زرار الكربون عبارة عن سي او اتش. بس ارسم ست زرارات كربون. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هنا دابل بند او. هنا او اتش. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنا في مجموعة الكربونيل وهنا رقم ستة. ماشي يا شباب? الناس عايزة تتأكد. ادي واحد اتنين. سوري. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ماشي يا شباب? واضح? هديكم بقى امثلة. انا كنت ديسة اعطيكم المثال الفوق. لهو المثال ده. بس طبعا المثال ده انا حليته معاكم. فانا هخلي ايه? مركب بالشكل ده. وعايزة اعرف ايه الناتج. يعني هنا مجموعة ميسايل وهنا مجموعة ميسايل. عايزة اعرف ايه الناتج بتاع المركب ده. لما اضيف عليه تاسيا ببين ميكانات. طيب. الحاجة التانية اللي انا كنت عايزة اقولها لكم. لو انا عندي مركب بالشكل ده. وعايزة اعرف. ايه اصلا المركب اللي انا بدأت به. عشان يديني مركب بالشكل ده. تاني. انا دلوقتي جايب لك البرودكت. وبقول لك. قل لي ايه الرائكة اللي انا استخدمته لما ضفت عليه الهوت بوتاسيام بيرمينجانيت في وجود بيزيك ميديا في وجود ماء. فهمتوا يا شباب? فانا عايزكم تشغلوا ان ممكن الدكتور يجيبوا كده. وممكن الدكتور يعكس الرائكشة. ماشي يا شباب? واضح? ان شاء الله يكون واضح. ان شاء الله. لو حد عنده سؤال ولا حاجة. يبعتولي بس على الواتسيب. اتوقع طبعا الحاجات دي واضحة بالنسبة لكم دلوقتي. هنا مركب زي ده لما اضيف عليه. اقتسم بيرمينجانيت في وجود بيزيك ميديا في وجود ماء في وجود هيت. ايه اللي هيحصل? اكسر ربطة. اضيف اكسجين هنا واضيف اكسجين هنا. المركب ده فيه اتش فيتحول لأسد. المركب ده فيه اتنين هيدوجين فيتحول لكاربون ديوكسايد زائد ماء. تعالوا نشوف الناتج. ادي أسد. وهنا كاتب لك فورميك أسد. لا طبعا الفورميك أسد ده بيحصل لأكسيدياشن. بيديني كاربون ديوكسايد زائد ماء. خلاص يا شباب. الحتة دي بس تلاقيها موجودة في الكتاب كده لكن انا متأكد ان الدكتور في المحاضرة شرحها بالشكل ده. لازم يكون الدكتور قالك ان هي هتديني كاربون ديوكسايد وماء لان هما بيحبوا يجيبوها في الامتحان. ماشي. ماشي. بعد كده يا شباب عندنا اخر 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 في الاكسيدياشن هو الاوزون. الاوزون نفس بالضبط فكرة البوتاسيوم برمينجانات. الاوزون نفس فكرة البوتاسيوم برمينجانات. بس ايه الفرق ما بينيه الاوزون والبوتاسيوم برمنجينات. الفرق الوحيد ان الاوزون بستخدم معاه زينك. الزينك ده وظيفته ايه? الزينك ده وظيفته ان هو يوقف التفاعل عند اول خطوة. ما يعملش اوكسيديشن للنواتج تاني. الزينك وظيفته ايه في حالة الاوزون? ان هو يوقف التفاعل عند اول خطوة يقول له يا عم انا مش عايز انا عايز الناتج اللي تكون ومش عايز اي حاجة تاني. يعني مثلا لو انا عندي مركب بالشكل ده. اتش وهنا اتش. وهنا سي وهنا سي اتش سري وهنا اتش. وضفت عليه الاوزون في وجود الزينك في وجود الماء. وقلت لك يا دكتور الناتج. قول لي بس يا دكتور. اكثر ربطة ديت وضيف اوكسيجن هنا وضيف اوكسيجن هنا وهو ده الناتج. وبالتالي الناتج ده هيكون ايه? سي ده بتبند او. سي اتش سري وهنا اتش. طيب والجزء ده هيبقى برا عن ايه? هيبقى عبارة عن سي ده بتبند او. اتش? اتش. بس هو ده الناتج. محدش يقول لي انا هعمل اوكسيجن تاني. لا ما بعملش اوكسيجن تاني في حالة الاوزون. الاوزون بيقف عند كده. مين اللي بيعمل اوكسيجن تاني? اللي هو الهوت بوتاسيوم بيرمينجانيت. واضح يا شباب? واضح. مش مهم تعرفوا يعني الاوزون نواية دية بس هي سهلة يعني نفاش حاجة هو الاوزون هو عبارة عن او. ضبط بند او. او سالب وهنا او فايه اللي بيحصل? انا عندي هنا الكين. اي ان كان بقى الكين عبارة عن ايه? ايه ربطة دية بتيجي هنا كده? فتكمنوا ربطة مع الاكسيجن. الاكسيجن يروح كسر ربطة دية وجايب هنا اللون بير اوف الاكسيجن بتاع الاكسيجن. فالاشارة المجابة دية تشال خلاص. والاشارة السليبة تيجي هنا فيتكون شكل الاوزونويد اللي هو الشكل ده. ماشا شباب. فهمتوا ايه الفكرة? واضح. ايه وظيفة الزنك? الزنك is used to react with excess اوكسيدنت. يعني الزنك بيتفاعل مع الزيادة من الاكسيجن الموجود اللي هو الحاجة اللي هتعمل يعني. وبالتالي بيمنع اي هيحصل لمين? الاسد. يعني لو فيه الزهيد عنده امكانية ان هو يتحول الاسد? لا. بيوقف التفاعل عند اول خطوة فقط لا غير. واضح يا شباب? واضح. مهم جدا انتوا بعارفين اسماء النواتج. هنا الناتج اسيتون. مهم جدا انت بعارف الاسيتون ده عبارة عن ايه? تمام? الفورمالدهيد. فيه تلات مركبات يا شباب لازم تكونوا عارفينها. في حتة الاكسيديشن دي بالتحديد يعني. او اربعة. السي ده بتبندقه. سي اتش سري. سي اتش سري. ده اسمه ايه? اسيتون. طب انا عايزكم شاطرين بقى تقولوا معايا. المركب ده بينتج امتى? لو الالكين بتاعي في ايه? لو الالكين بتاعي. طيب. هكتب لكم مركب تاني. سي ده بتبندقه وهنا اتش. وهنا اتش. المركب ده اسمه ايه? المركب ده اسمه فورمالدهيد. الفورمالدهيد ده بينتج امتى? بينتج لو الالكين بتاعي خالص. تمام يا شباب? تمام. طيب لو الالكين بتاعي فهيتكون عندي ايه? هيتكون عندي الفورمالدهيد. اللي هو بعد كده هيتحول ليه? سوريا هيتكون عندي اسيتالدهيد. المركب ده شباب اسمه اسيتالدهيد. الاسيتالدهيد ده بالاكسيديشن هيتحول ليه اساتيك اسد. اللي هو سي اتش سي. سي ده بالبندقه. ماشي? طيب الفورمالدهيد ده لما يحصل له اكسيديشن هيتديني ايه? الفورمالدهيد ده لما يحصل له اكسيديشن هيتديني فيورميك اسد. اللي هو ه Vanguard عن اتش اسكي ده بالبندق هذا او اتش. انا مانتش以هم انتهي حاجة. انا بس بزود اكسيديشن. طيب الفورمك اسد ده لما يحصل له اكسيديشن. مش مهم الفورمك اسد ده لما يحصل له اكسيديشن Weg in ee. يعني مش مهم الآسم. تمام؟ لكن احنا عارفين طبعا ان هو Wes كربون ديوكسيدي زائد حيدروجين في اخر خطوة. زائد المياه في اخر خطوة. ماشي يا شباب؟ اخر حاجة يا شباب عندنا من تفاعلات الالكينز هي السبستوشن راكشنز الخاصة بالالكينز السبستوشن راكشن الخاصة بالالكينز هي addition reaction او سوري هو هنا بيقارن بس ما بين السبستوشن والالدشن السبستوشن راكشن الخاصة بالالكينز بتحصل ازاي بتحصل في حالة الـ free radical mechanism طيب الـ free radical mechanism بعرفه امتا انا كنت اقل لكم في الاول خالص في الـ امتا نعرف ان التفاعل بيتم بالـ free radical لو لقيت حاجة على السهم من الحاجات دي اللي احنا لسا واغدينه من شوية اللي هو الـ يعني او بير اسد زي ما قلتلكم بدل ما يكون سي او او اتش لا بيكون في تلاتة او سجل ده اللي احنا بنقول عليه البير اسد ده تاني حاجة تالت حاجة لو لقيت عن مراكب بتاعك يو في او سانلايت عسا لو لقيت يو في او سانلايت يو في او سانلايت تعرف ان التفاعل ده هيتم بالـ free radical mechanism اخر حاجة لو لقيت على السهم بتاعك high temperature زي ايه زي درجة حرارة خمسمية مسلا درجة حرارة خمسمية دي معناها درجة حرارة عالية جدا فتأكد ان التفاعل ده هيتم بالـ free radical mechanism طيب مهم جدا 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 ان انت تبقى عارف ان الـ free radical mechanism في حالة السبستيوشن بتاعة الالكينز بتتم على بتتم على ايه يا شباب بتتم على الالفا كاربون تاني بتتم على الالفا كاربون طيب ايه هي الالفا كاربون الالفا كاربون هي الكاربون هنركز هي الكاربون اللي متصلة بالالكين تاني ايه هي الالفا كاربون الالفا كاربون هي اول كاربون متصلة لمجموعة الالكينز اللي هي سيدة بالبوند سي دي بنقول عليها المصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص رادي كلO يعني هتشيل اتش من الالفا كربون دي واتحط مكانها في اور والتفاعل ده مهم مهم جدا 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 يا شباب انت تبقى لاعرف ان الالكين بيتفاعل بالصبات التي´تفاعل بالagna ما طيب مين الزرق اللي هى بتتفاعل بالخدر بالفري valuher economical مكاناز grabs او في حالة الالكين هي الالفا كربون طيب ايه هيialفا كربون الغربون هي الزرق اللي جانب ايه وهي الزرق اللي جانب الضرب باند. اول زار الكربون متصلة بالدبل باند. دي بنقول عليها الالفا كرب. اول زار الكربون متصلة بالدبل باند. بنقول عليها الفا كرب. ماشي يا شباب. يبقى تفرق. تفرق. ودي نقطة مهمة. ما بين لو دكتور جاب لك في الامتحان الكين وضف عليه بي ار تو في وجود سي سي ال فور. ايه الناتج? احنا انتفقنا هنضيف اتنين بي ار عكس بعض في الاتجاه. اللي هو الادشان اكشن. طيب لو دكتور جاب لك في الامتحان بي ارتو وعملك درجة حرارة خمسة منية على السهم. يبقى تتأكد ان تفاعل ده ايه? سبستوشن راكشن. ده بص سبستوشن راكشن هيتم على ايه? هيتم على الالفا كاربون. فشيل اتش من الالفا كاربون وحط مكان ها بي ار. ودي مهمة جدا 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 يا شباب. طيب انا عملا اكد وبقول السبستوشن بيتم على الالفا كاربون. ليه على الالفا كاربون? عشان الالفة كربون لما ييجى عليها او لما تتفعل يعني بالري ميكانيزم يعني هيتكون عليها واول ما يتكون عليها يحصل لها تاني اول ما يتكون عليها هيحصل لها تعاون نشوف كده لو انا مثلا عندي ملكب بالشكل ده double bond وهنا ph وهنا Invang اللي هي هنتسمها بس حبارة عن وعايز حد شوطر كده يقول لي فين الالفا كاربون هنا هتقول لي والله يا دكتور دي الدبل بوند الالفا كاربون هي اول زر الكاربون متصلة بالدبل بوند فهي دي الالفا كاربون طيب الالفا كاربون ديت في وجود اليو في او السونلايت او هايت تيمبريشور 500 درجة ايه ايه الناتج يا دكتور هتقول لي والله يا دكتور الناتج الناتج او الميكانيزم ان الربط ديت هيحصل لها كسر متماسل صح الربط دي لما حصل لها كسر متماسل هتديني ه راديكل وهتديني خ2 راديكل طيب خ2 راديكل الى كون الديت يا شباب نحة ايه حد هيستعجل كده ويقول لي يا دكتور دا دي نحة برايمري راديكل صح هي برايمري راديكل هيقول لي انستيبل هقول plastic لك لا استبرا هيلي مش لا طبعا ده هي ستيبل ونص كمان ليه بقى ستيبل ونص لان هي عندها او تقدر يعني تعمل ريزونانس احنا قلنا امتا تعمل ريزونانس في حد سألني على الشات وقال لي يا دكتور امتا المركب يعمل ريزونانس المركب يعمل ريزونانس لو عندي زارتين بينهم دبل باند زي ما قلتلكو وبعدها نزرر عليها اشارة مجابة او اشارة سالبة او اللون بير اوف تاني امتى زي ما تعمل ريزونانس لو عندي زارتين بينهم دبل باند بعدهم زلك عليها او اما اشارة مجابة او احنا سالبة او ذا فالمسال تمام؟ فالمثال اللي عندي ده اللي هو CH2 double bond CH وهنا CH2 radical مش هو ده اللي تكون؟ راديكل ده يعمل ريزوننس ولم يعملش طبعا يعمل ريزوننس ليه يعمل ريزوننس؟ خلاص زرعتين بينهم double bond ده اهو وزر عليها 1 إلكترون يحسن ريزوننس ازاي؟ الضبط دي هتيجي هنا والرزوننس هيجي هنا اي سوري فيتكون عندي مركب بالشكل ده CH2 radical وهنا CH double bond CH2 فالمركب ده اصبح استابلايزد بايه؟ اصبح استابلايزد باي ريزوننس وطبعا احنا عارفين ان الاستابلايزايشن باي ريزوننس ده حاجة حلوة يعني مش اي حد يبقى استابلايزد باي ريزوننس فاهمين؟ انا حسن انتم انتم مني بس انا معايش والله مش قادر يعني صوتي يراجعني خالص وبالتالي يا شباب الناتج بتاعي هنا هيكون المركب ده طيب المركب ده لما تفعل مع بي ار راديكال خلص البي ار هتمسك فين؟ البي ار هتمسك هنا ماشي يا شباب واضح؟ ان شاء الله يكون واضح يبقى الميكانيزم هو يا شباب الميكانيزم ان اول ما المركب ده يتفاعل مع البي ار تو الهيدر جندية هيحصل لها كسر متماثل فهتديني هنا وان الكترون الوان الكترون هو يحصل له ريزوننس ويديني المركب ده تمام؟ ده ريزوننس طيب الراديكال ده لما يتفاعل بعد كده مع البي ار تو الرابط ما بين البي ار والبي ار هتتكسر وهيحصل لها كسر متماثل فالبي ار راديكال ديت هتتفاعل مع السي اتش تو راديكال ويتكون سي اتش تو بي ار وخلوا لكم ان الضابل بوند ما زالت موجودة زي ما هي يبقى لو الدكتور في الامتحان جاب لك مركب والضابل بوند في النواتج ما زالت موجودة وقال لك حطي لي ايه اللي نقص على الساعة اتاكد ان التفاعل ده هو الصبستيوشن الخاصة من الالكينز هديكم مثال وده مثال مهم جدا 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 لو عندي مركب بالشكل ده وضفت على المركب ده شباب بي ار تو عن درجة حرارة خمسمائة درجة ايه الناتج ماشي كده احنا خلصنا الخاصة بالالكينز ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الالكينز تمام انتو لسه عندكم الالكينز هقولها لكم ان شاء الله هكمل معيكو الالكينز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته